اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقيقة لهذا. عرامة تضيع نقاط تضيع لك النقاط هذه كلها على حاجة أنا شاريحها في يوتيوب وانت ما بتسويها وهذا شيء من الحاجات اللي حنشوفها طبعا أنه هوني سوينا له قبل حوالي سبع شهور أو تمانية شهور وهذه تاني مرة يبقى يسويها لما بدأ معنا كان سيلبر أظن نقرب بلات فايف بلات فايف حاليا في كل الحالة نبدأ يا شباب يا حلوين حنطالع أول شيء في الوايف مانجمت حقه الـ CS حقه الـ trade capability حقته وإيش بيسوي مع الهدم اللي قدامه كيف بيتحرك كيف بيطلع طبعا الـ scenes اللي ما منها أي داعية حنسريعها بسرعة عشان نستعجل عشان نشوف نمشي للحاجات المهمة الضرورية خليني صوت مش بطل صوت مش بطل واحدة من الحاجات اللي دائما نشوفها بكل بساطة عامة لما تبدأ يعني مو شايف اللي قدامك أو أول شيء باك تبدأ لما تسويه تشوف الجنغل حقهم من فين جاء الجنغل حقهم أو أي تلينة تأخر يعني حنشوف دحين بعد شوية أول ما يبدأ الجيم طبعا لو سوينا F2 حتشوف إنو والله هذا مو شايف هذا مو شايف الـ lens دحين ما حدبان فيها ما حدبان فيها هذا طلب منه تمام يروح يسوي ورد بحيروح وضع ورد بسيطة الغيم راح تلاتة وعشرين ما سوي فايس تشك هنا من دون ما ينتبه It's okay مش بطالة أهم شيء شايف هو هو داخل الليلة على طول طبعا يفضل إنو ما تدخل ليلة زي كده وتوري نفسك على طول إلا إذا أنت تبقى تجيبه شايفه قدامه على طول عارفين يا شباب عارفين عارفين إنو الجنغل بدأ تحت ليش إنو أتأخر الوقت اللي دخل فيه البوت في الجنغل فكلنا عارفين شايفين إنو الجنغل هنا إيش معناه هذا قبل ما حد تنطالع إيش معناه معناه بدأوا بوت سايت ومعناه احتمال كبير حيجيك الجنغل عندك هنا فوق على دقيقة 52 أو دقيقة 3 فالمفروض المفروض وردك تكون جاهزة على دقيقة 52 أو 3 هنشوف شاكو أوردي هو نفض هذا رايح إنفض الثاني شوف دقيقة 51 قد أوردي شال الأول يعني فأقل من 15 دقيقة 15 ثاني شال الأول شال الثاني حين حنشوفه شير الثاني من هذا الكبير هنكم طبعا عامةً الجيم بلان حق الأخ هذا إيش ما تكون يحاول إنه يجيب لفل اثنين قبل ريفن ما أدري عامةً الليفل ون حق قاسوا المفروض إنو كويس يعني قدام ريفن حاجة لسي سوي سبام بالكيوز حقتها صراحة ما أعرف ما أعفتي فاللي حتكلم عليه أكثر إنو والله إيش الماتشاب المفروض أنت عارف الماتشاب اللي قدامك وإنت تفوز عليه ولا تنهازم منه ياسوى ليفل ون المفروض 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 إنو يقدر يفوز على على عشي اسمها هي ريفن من دون أي مشاكل نبدأ نخاف منها ليفل اثنين ليفل اثنين لو أخذت الستن ممكن تسوي ليفل اثنين ليفل دامج حقها أعلى لو ما أخذت الستن أخذت الـ احتمال أنت تكمل من نفس الطريقة فهو المفروض داخل الفكرة هذه في باله عشان كده يعني سيحاول يجيب ليفل اثنين قبلها بسرعة ويسوي لها زون مرة ممتاز أهم شيء لما تفكر تسوي زون أنه توقف على الميناز اللي قرب يموتوا ولما سوي سي اس ما تخسر الميناز طبعا كل اللي صار دا حين المشكلة اللي صارت معا انه دا حين سوى شف ما سوى شف زي الناس اللوادم اللاها تقر تسوي فريز حط الوارد في وثلاثة وسبعين مش بطال وثلاثة وثلاثين وشفنا الجنجل هنا على طول المفروض سوى كول لا تسوي فريز هذه سوى تفولو الفولو هذا ما كان له أي داعي صراحة انت كده بكل بساطة ضيعت وقت على الفاضي التيم عندك المفروض ما تسوي أي شيء معه النزلة هادي ما له يعني انت هم لفل هادي جاسة تفرم لحالك وانت ضيعت خمستاشرة ثانية تجري ورا الناس ليش؟ 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 ما دريش بتسوي صراحة حتى لو فزت فيها بساطة عشان شانس الناس الاثنين هادول المتخلفين اول غلطة سويتها الفولو اوب الغريب هادا طبعا هم المفروض انهم رجعوا هم برونزو نزلوا هنا هذا مش مش انت شاطر وجبتوا كيلز هذا غلطتك انه ضيعت راحت عليك كم مينيون ويف مينيون ويف ونص اثنين هادي هتكون لفل ثلاثة هتروح عليك حسنا حسنا الادفانتج اللي كانت عندك في اللين تقريبا راحت لو ما اخذت الكلين فهذي لو رحت نزلت النزل هذي وما اخذت الكلين هذي كان انت برا القيم نهائيا فلا تاخد قرارات زي كده القرارات الغريبة هذي اللي ما لها اي معنى من الكونسيستنسي ايش يعني كونسيستنسي يعني يعني تطبيقها ما يصير في كل جيم مستحيل تصير في كل جيم المينيون مضمونين الكلات ما هي مضمونة اعطوك كلين ببلاش انا ما اعرف ليش كانوا الاثنين ممكن يفقعوا الاثنين كلهم كانوا ممكن يمشوا حتى لو ما عندهم فلاشات قرروا يدخل يضاروا معك لانه حسبوك وانه يقدروا يقتلوك كنت لفل اثنين انت هم اثنين عليك لفل اثنين اه سوري شاكو لفل ثلاثة هم و لفل اثنين المفروض ما تتضارب معهم اه شاكو مفروض يقدروا لك انا ما اعرف ليه ما قدرقت لك في كل الحالات اه لا تسوي تشيس لا تضيع المينيون ويف هذي كلها لا تسوي اللي سويته هذا مرة تانية اه طيب الشيء الضروري التاني دحين انت ايش بتسوي انت جالس تشيل المينيونز تحت التور بطريقة عشوائية بس عشان تلحق المينيونز اه نشيل ثاني تسوي تي بي يا اخوي انت اعرف نشيل سياس تحت التور مش بطال سوى بوش طيب اه هي لفل اربعة وانت لفل اربعة ما انت شايف جالس تضارب معها المينيونز حقونها ما قلبوا عليك عشان ما سويت الا الا الاي اه برضو جالس تمشي يور تشيسنج خايفه منك عشان عندها رد و بلو كيف تسوي التريد كفابليتي حقتك كويسة صراحة تضارب معها كثير بس تدخل انت بلا تدخل وسطها مينيون ودخل المينيونز يضربوك ببلاش وانت ما تضربها فما عندك وارد شاكو شايف فينو في القيم شاكو دوبك شفته انت سوي كوش من دني مشاكل سويت شف تحت التور بعد ما سويت شفتها تحت التور قديتها هوايف ببلاش ليه؟ ليه 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 الوايف هذي كلها ببلاش؟ ايش الفائدة من الادفانتيج حقتك؟ ما استفدت اي حاجة ما استفدت اي حاجة من الريت جالس دوف المينيونز ننستوب المرة اللي فاتت في السنة اللي فاتت لما نتكلمنا على الموضوع هذا قلنا لك سوي فريز يا اخي لما تكون فايز لا ليس تدفدف ولو زي الحالة هذي شوفي المينيون ويب عندك كانت كبيرة خلييني بس نرخصتات شوية الله خليكم الزعج اهلي لا ليه عارف انه عندك سلو بوش المينيون ويف بتتجمع وفي مينيون ويف وراها كبيرة يا اخي اخرها شوية كمانا دوف المينيونز دوف المينيونز ليش دوف المينيونز اخرها 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 جالس تشيل كلها المينيونز جالس تفك العمليات يسحقتك تشيل المينيونز مطبئة تجري تستنى تجري تأخرها كمان يعني اقل شي عشرة ثواني وتجي المينيون ويف الجيل لبعدها ولما تجي المينيون ويف الجيل لجنبها تسوي كراش تحت التورد تسوي لزون ما تخلي ياخد المينيون زادة اصلا مفروض لما المينيون ويف وقفت هنا انت تروح تسوي وارد وتكمل حقا ما لازم تسوي وارد لانه شفنا شاكو تحت شفنا شاكو تحت لحين ايش سويت انت اعطيته نفس السي اس السي اس هده كان اقلها يروح عليه ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة منه لو انت واقف وتجي لست الضارب معه نفس الشي نفس الطريقة ايش بتسوي بتخش في المينيون ويف حقته اي تريد زي كده تريد متخلي حتى لو معك رد ومعك بلو ايش قررت تدخل افضل اوطا يا ابني المينيون ويف حقته ضربتك اكثر منه وتاوره لا لها اي معنى أصوات هذا لا أعجبين UD اميز اووز نتمع سنتكلم عنها بتفصيل شخص سوف نرى هذا يا شباب نرى 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 المينيويف واقفة هنا هذا معناه من الذي سيقوم بوش في المينيويف الجاية المينيويف الجاية حقته سيقوم بوش يعني بكل بساطة الويف حقته اللي تحت هذي ستوصل قبل الويف حقتك و سيقدر يقوم بوش هذا معناه أنت المفروض لو تقوم بعمل زون وتقوم بفريز وانت عندك الأدفانتيج حقت الأدفانتيج حقت الريد والبلو سيكون في مصلحتك أكثر أنت برضو قررت تسوي بوش زيادة وتعطي له مينيون ببلاش لما تكون في الحالة هذه وانت فائز وانت متقدم يا شباب أرجوكم أرجوكم تسوي فريز وزون ما يعني فريز؟ خلي التاور خلي المينيويف هذي تبوش عليك ليش تخليها تبوش عليك؟ ليه؟ ليه؟ ايش في شيء يستدعي؟ أنه أنت تريد استدف على المينيويف هذي وتخليها تنزل وتجيبها تحت وبعدها تخش تسوي تريد عنده الرينج مينيون حقينه الرينج مينيون حقينه ووش هيسوه؟ هيقوم يضربوك لا تنسى ان الرينج مينيون في الليفل هذا كل ضربه كم؟ 37؟ 37؟ هذي 15؟ هذي سبعة ثلاثين؟ هذي سبعة ثلاثين؟ لا نفاكر أول ما ضربت ودخلت عليه طبعاً ما نفاهم مش نزلت المينيون كلهم بضربوك والمينيون حقونك ما بضربوه حتى لو عندك الليفل أدفانتيج هذا طبعاً كونك انت نزلت الريتا связع هذا ما له أي معنى عنده Flash عنده Ignite اقنادك Flash لو أنا محلو كان أ vine all in ما عدلي ليه ما دخل عليك حتى لو بالرد يفق عليك Flash وإنه هنا هو مكس هو مكس والتھين تعطيله. وقد انتو سبا إجهزators وفي نفس الوقت أعطيته semi freeze بطبعاً هو أحمار يقالي سيفك Warner ذاتر لا قدر ايش أقول صراحة المفروض اللي كان يسوي ريفين عنده الهلث أدبانتج هو الهلث حقه زايد أنك المفروض ما يجلس يضرب المينيز ويدفها خلاص إنت أعطته فرصة أنه تسوي زون هو يقدر يسوي زون هنا وعنده فلايش وعنده إغنايت يقدر يفوز عليك من دور أي مكان نفس الشيء تاني رايح أوكي رايح ضربته كم هجاتك حرامي عليك واحد اثنين ثلاثة أربعة ضربوك واحد اثنين ضربوك وأنت ولا واحد منهم بضرب دائما تروح تريدز ما هي فيفرابل دائما تسوي تريدز ما لها أي معنى أنا أشوف أنا بطلت أتكلم عن الجيم عامة إيش صار في الجيم وحركز على المايكرو حقك المايكرو حقك تحكمك في الشخصية أوكي تحكمك في بس اللي حول الشخصية جدا سيئ كل تريد مع أنه إنت عندك وعندك ريت أنت بتخسره هذا هذا مو معقول طبعا الحمار حمار هذا يقدر اكتلك لو أفلاش المفروض يسوي ويدخل عليك ويكترك عنده العبوليتيز حقته ما بيستخدمها باللوكيشن زي الناس أو لهذا بنرجع نشوف ريفن إيش سوى للأسف ريفن مضيع على الكيو حقه عشان يروح الفان وهذا ريفن ما هو مضبوط يس لأنه مضيع على الكيو حقه المفروض ما يشيل المينيون بالعبوليتيز بالذات هو عارف أنك هتدخل وبالذات أنت كل شوية بتدخل عليه لو أنا محر ريفن وحتى أنا ما عرف على ريفن إيش هسوي حجلس أسوي لاست هيت على المينيون أستناك تدخل الدخلة هذي أسوي عليك الكمبي حقه كامل وقته لك أنت هنا شوف دخلتك هذي عنده الكيو إيش سوى سوى ما سوى ما سوى ما سوى ما سوى ما سوى ولا شي زبالة 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 ريفن هذا زبالة أبعد الحدود ولا أنت ميت هنا مية في المية برضو نفس الشي طبعا فكرة أنه تسوي بوش حاليا في الوقت هذا صحيحة أوكي شفت قدام هناك أوكي أوكي بتسوي شوف ويسوي شوف ريفن ما سوى ريفن ما سوى ريفن ما عنده تي بي ما عندك مشكلة دوب وسوى ريفن يعني ستضرب في التور المفروض تشيل مينيون ويف زيادة ال ال أوكي إيش بتسوي طيعت الدبل يو حقك على الفاضي شاكو لو جاك دا حين نعدمت دا حين لش اسمه عندك طيب في الوقت هذا طبعا إنت شايف خلينا نشوف ريفن أورادي فين وصلت إنت دا حين أعطيتها برضو مينيون ويف زيادة ببلاش عشانك تأخذ في رجعتك كان مفروض تشيل مينيون ويف وترجعني تعطيني وارد أقدر أشوف مو عشان تقدر تشوف ويمكن يستخدم الإي حقته عليك لأنك ضيعت الوينشيلد ويقدر يكتلك أوكي حين سويت لك المفروض أنها تسوي شوف وتروح عليك مينيون ويف كاملة عشان أنك تأخرت في تاني دائما لما تنحط في الموقف زي كده سوي شوف للويف وأنزل يا أخي سوي وارد كبيرة عريضة هنا تسوي وارد في محل كويس ليت عشان تشوف شاكو هو داخل بدلا ما تضيع وقت بالطريقة هذه ضيعت وقت على الفاضي راحت عليك المينيون ويف هاي وعطيت مينيون ويف بلاش وح تسوي عليه بوش ده حين إجباري سويت سويت SS متأخر هذا راح رجع recall مدري ليش رجع recall صراحة بس رجع يشكل ويشتري كان عنده item ناقصة كل الحالات قمت إش تسوي تسوي freeze مع أن اللين حقك حي push لأن وصلت للتاور صر لها ما صر لها reset يا رجل اوكي إش بتسوي دي سي اوكي رجع دي سي اوكي 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 رجع 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 اوكي طي قال لي نريد أن نفعله يا شباب لما تنحط في الموقف هذا الله خليكم نريد أن نفعل شيء اسمها bounce وسأفري نوقف هنا المينيونين هذولا وصلوا عندك أربعة منينز الأربعة منينز دائما فاكرين شباب وتكلمنا في الفيديو حق الويف منجمنت كيف تسوي فريز في المنطقة هذه في المكان هذا تحتاج يكون عندك تقريبا في المكان هذا اللي هو بره يحتاج يكون عندك أربعة منينز عشان تسوي فريز هذا أرسل لك ستة منينز اثنين وصلوا لتاور لن نقول وصل التاور وصل التاور شلت الأول وانت شاعر الأول أمشي هذا نزل يسار أمشي يسار أمشي يسار أمشي يسار جيب المينيونز هذول معاك شوية وابلاي فريز أو مو فريز سلو بوش بدلا ما يكونوا أربعة يكونوا تلاتة ونص لوف يا أخي لوف جيب المينيونز معاك من بدري ما كان فيه مينيونز فما كان عندهم تارجت يروحوا عليه ما فيه تارجت إلا أنت عندك الشيلت حقك ليش تخاف من الدامج حقهم إيش هيدربوك وانت لفل سبعة روح لوف هنا وعندك الكل روح طليعهم من التاور رينج ووقفهم هنا وسوي فريز برضك بتسوي شف يعني أسوأ شي ممكن تسوي في الماتشب هذا أو في الجيم عامة إنه كل شوية بس تدفدف في الويف وتطيله الويف ببلاش من دون أي داعي أنت بس بترجع في الجيم عندك الويف أدفان تجادي أنت بتقول أنا ما أبغاها أنا يا أخي ليش أبغى الأدفان تجادي أنا ما أبغاها أديله أنا أخذ ستة مينز ويأخذ ستة مينز أنا أخذ ستة مينز ويأخذ ستة مينز طب يا أخي عندك آيتم أدفان تجادي وعندك كلين ولا استفدت منها أي حاجة غير هذا طبعا هذا حمار يعني من دون أي منازل حمار وضيحك عليك ما عندك ورد داخل داخل يعني شوف ما شاء الله عليك السكيل حقتك كويسة التعامل بس بتعطي كلات ببلاش من دون أي ما أغين خلينا نطالع فيها مرتين نطالع من جهتك أنت إيش شعيف أول شي غلطنا فيه هنا إيش هو سويت شوف للويف وإنت عندك وإنت كان ممكن تسوي فريز يعني بدل ما تسوي فريز وتسوي له زون في المكان هذا اللي هو جهة التور حقك أنت قررت تدف المينيون ويف وتروح توصل معاه إلين هنا ما عندك وارد هنا ما عندك وارد هنا وفي عندك شاكو في القيم أصلا لو عندك شاكو في القيم إيش لازم تسوي لو عندك شاكو في القيم المفروض الوارد حقتك تبعدها شوية يعني قد ما تقرر تحط الوارد هنا أو تحط يعني لو عندك الجنغل حقك حط ديب وارد عشان تشوف هو في أي جهة من الماب فتحط وارد هنا وتشوفه هو جاي الجنغل حقك قريب ممتاز أعطي له فرصة أنه يساعدك كذا أنت ما لحقت أعطي له فرصة أنه يساعدك أهو رحت أنت السيف زون حقتك هنا حبيبي وهنا في هذا الرينج أنت قررت لا أنا ما أبو أنا أبغى أصل نفس الشي المينيونز بيضربوك بيشيروا الشيلد حقك خرجت من السيف زون حقك وجلست تتبع هذا رجع هنا من يوم ما رجع هنا يبي يتضارب أنت المفروض تفكر هذا ليش رجع وأنا عندي رجع لأنه في أحد جاي ما عندك وارد ما عندك أي شي ما أنت شايف شاكو في الباب شايف البقية كلهم أنا بعتبر أنك أنت شايف البقية كلهم هذا بدل ما يفقع على تحت دخل على قدام إيش يعني راح بوجي أنا أنا يريتني شفتها من نفس الشي وطبعا هذا لأنه طمع بدل ما يرجع على وراء برضو راح واللي صار معك راحت عليك مينيون ويف كاملة وأنت جاهز تجري وراهم وشاكو المفروض سوى لك شب وسوى لك ريسيت راحت عليك مينيون ويف تانية عندك تي فيه ممكن ترجع بس 18 ده فهذا هذا 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 الديث عليك مية في المية أقل لها جاء يأخذ المينيون ما عندنا شي نسوي غير نك تجري الوايف صار لها ريسيت ما إحنا شايفين الأخ الثاني نفس الطريقة أقل لك أنا عندي ثلاثة كيلز وعندي نينجا تابي أنا أبغى المينيون يضربوني أنا أبغى أدخل عليهم في وسط المينيون حقوقي نفس الشيء مرة ثانية أنا أبغى أدخل عليهم أبغى أدخل عليهم المينيون هذا الوايف كويس بروكسي شايفوا مات ما عنده هذا وصلت المينيون هذا الوايف أنزل أنزل حط ورد يا أخي حط أي حاجة إيش نبو بالورد هذي كم قولد عندك في جيبك ليش ما رجعت أشتريت يا أخي الفلان هذا غريب إذا أنت ناوي تشيل التاور وترجع تسوي ريكول ليه حطيت البينك هذي لو حطيتها بالطريقة هذي وإنت ما تقل تدافع عنها إنت ضيعت كم قولد يعني تحطها وتسوي ريكول وهم بيسوي وشوف ما في أي داعي كانت تحطها أنت قاتل اثنين أنت بس ضيعت القولد حقها تسوي سواب المفوض أنك سواب مع الشواب لأنه قد يسي عشان زي مكينيجي ناو أنت شايفه خارج من اللين وانت شايفه في اللين شايف زي مكينيجي إذا ما أنت شايفه في اللين تشايف مكينيجي تشايف شايف مكينيجي تبتل الوصول سأبد تبتل تبتل ماذا حسنا دكتل لا تكلم تبتل تنشي نحتاج تتل انت اوكي يعني فكرتك انك تسوي تي بي كانت اوكي بس لما شفت انه ريفن مهزوم ما عنده شيء وفيل اتنين قربوا يقتلوه ايش اللي ايش اللي خلاك ايش اللي خلاك تقرر ان تكمل تي بي حقك رجعت تسوي تي بي هذا مات هذا مات خلاص سيف قمت تسوي تي بي ليش ضيعت تي بي على الفاضي وبدل ما تسوي تي بي وراهم في محل زين الناس الهادي ضيعت تي بي وجيت بعدين رجعت اللين مرة ثانية فجال استتمشى تروح وترجع المفروض الطريقة اللي تستخدم فيها التي بي انه تحاول ما تستخدم التي بي الا عشان تدفن سمون يعني اوكي حيموت مية في المية او انك تاخد لك كل ولك اللين تسوي فلانك يعني كان مفروض ضحين يكون عندك التي بي عشان تسوي فوق احسن بكل الحالات عندك منين ويف كبيرة كويسة بتسوي شف ضحين الشف مش بطال انت قاتل الاخت هذي نبو نجري ما انت شايف في المت الا شايف في المت ما انت شايف في الجنجل تجري تكتروا لحالك ما عندك اي مشاكل فالمفروض انه تدخل تروح تشيل التوار ما عندك تي بي لا تضيئ اي وقت غري انك تشيل انهيبيترز قبل علي وارحبا بكم اوكي في عندك كورد صغيرة هنا شايف شاكو ما انت شايفه في الماب الاندحين هل نشوف فين شاكو شاكو فوق اصلا ما هو باين في الماب المفروض انك تلعب شوية سيف لحد اما تحط الوارد وتشوفه لفل عشرة لفل تمانية وتجري تكتروا اتنين لحالك اللعب اجرسيف وروح اجري اه طريقة اوكي لقد تقوم بعملت ضغ .. شفت الوارد كان اردкі نشوفين شاكو نحن نشاكو وقوق ومازال مُسلسل ب أعطي ريفن كيرا 빛 كيف أعطي ello UM لعب أعطيها منيان و installed ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أول شيء منينز كثير تدي لهم إلى بلاش تاني شيء يعني أنك عارف إشعلي تدي مينينز كثير ببلاش للأدم التي يحدثك؟ ترجعوا لجيم منا تقول إنه لأسها بدلا ما يكون الفرق بين السي اس خمسين و لاسةين انت خليته المفروض يجري. يجري. اوكي. طيب. التيم حقك جالس يموت بدون اي مشاكل. انت انت اللي عندك الادفانتج الكبيرة وانت يورنت لا انه بتخليهم يجو يسلو لك ناس برضو نفس الشي. شايفهم كلهم مد يا اخي ليش خايف. طرح اللفلفة هادي من دون اي معنى ما لها ما لها معنى. انا مات الاخ هذا. تيم حقك فايز ضيعت وقت في انك جاي تجري برضو بنفس الطريقة. ام يلو تور بدون اي نيت. نضاعد. ام مي بلاشي امر هو سيف او بحدين بيرجع لالجام بس البرج بيقصر هلت حقه لا حبيبي. قلت لا يعني لو هو كويس لو هو كويس كان سوى فريز كل شوية هنا. قلت لما رجعتو شوف شوف شوف. خلينا اوريك ايش بيسوي الاخ هذا. انت هنا ايش بتسوي. مشيت لو هو كويس وهو خايف وما يقدر اكتلك. وشايفك راي احمد يقول لتيم حقه ارجع ويسوي لك شف الين تحت هناك. او يسوي فريز هنا يا اخي. فين التور لمستو. التور دقيق خمستاش انت ما وصلت له الين دحين. فايش الفايدة. فري فارم. فري فارم. فري فارم. بالله يلحقني بالله يشتري ايتم. يعني هذا هذا كمان تنتون. وهذا قام رجع. شايفكم كلكم. واحد اثنين تلاتة اربعة. وقام قرر يرجع. عشاني بيسوي دفنت. ممكن. ما ادري ليش برضو. ما ادري ليش. جالس ضيع وقته الاخه التاني. لا نطالع في ريفن. لانه ريفن اسوأ مثال. على اللاعب المثالي. على اللاعب اللي ممكن يبنشيو على كل الاغلاط هذي. كل الاغلاط اللي سويتها هذي. لو في واحد فاهم قدامك. فان اورادي. يعني بهدلك طول الجيم. سوالك سترايب ضيع عليك منيز مرة كثير. جاب الجنغل عليك كل شوية والتاني وقتلك. وقتلك. شباب يعني انت عندك تي بي و هي ما عندها تي بي. فانت تنزلها تحت. وبعد ان تيجي مضاربة مع التيم. انت تسوي تي بي من وراها متخش. راجع على الميدلين. ليش راجع على الميدلين. ما عندك اي شي تسوي في الميدلين. تي بي حقتك حترجع بعد شوية. انزل تحت يا اخي شي التورات. انت الوحيد اللي عندك ستة كلات. لما يكون عندك الكلات هذي وانت سبليت بوشر اصلا. يعني انت كالشامبيون تجري تسوي سبليت بوش مرة كويس. يا اخي انزل سوي سبليت بوش. سوي سوي برشير مرة عالي في البط. اباك تبهدلهم تطفشهم في البط لين. دايما يرسلو لك اثنين ثلاثة. ولو ما ارسلو لك اثنين ثلاثة. تاخد كيلز. تاخد تورات. وكده تسوي سنوبول. انتوا كده بتحاولوا تسوي سيج بشامبيونز ما هم حقون سيج. يعني الوحيد اللي يقدر يسوي سيج هنا اثنين هذول. اثنين هذول. سيج حقهم كويس. بس عندهم ويف كلير مرة عالي. ارسلت الاخ هذا تحت. وانت رايح يعني انت. اوكي. دول والتي. الكلات اللي عندك كلها ما لها اي فائدة. اذا انت ما حتسوي شي بيها. اه كلكم نزلت وروحت ورا هذا. الميد تاور. تبتو جلس ينزلو. نزلت احد. نزلت مرة ثانية تحت. اباك. اباك يش تسوي. اباك كل ما يكون عندك كده ليد. سيب ام القيم. اذا انت بتلعب بأسوأ. ما لك صلاح في التيم حقك. بس سوي بوش سايد. ولما انت تسوي تيم فايت. سوي تي بي. ما عندك تي بي. ألعب حولهم. ترجع التي بي. انزل تحت. ما حنطالع فيهم. ما حنشوف من جاي. شايفينهم في الماب. واحد اثنين ثلاثة. شاكو كان ميت. ما عندك اي مشكلة. ليه ما شلت التاور. تاور. 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 جايفين الان. كعبيب التيم حقهم كل ميت. ما تسوي فريز. تاور. 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 تتيبك من التيم. انت عندك كيف كلير؟ ايش تروح تسوي معه هنا. ايه ساحت التاور تجري يمين يسار. برضه. كوينا ريكول. عندك تي بي يا اخي. او ماي جود. تي بي. إذا ستلعب بـ TP لا تلعب بـ TP هل ستلعب بـ غنيت نرجع ثاني التيم حقه كله راجع ليه TP ساعدة تور ثاني مرة تضيع TP منذ ما تستفيد منها بأي كل ولا بأي حاجة في القيم تقوم بـ TP ضيعت TP بـ TP شايفين شاكو بـ TP تاخدوا هذا تاخدوا هذا ما أدري ماذا أقول لك طريقة ليبك دائما تعطي الخصم بفرصة أن يرجع للقيم بس بكل بساطة أنت بتقول لهم لو سمحتوا أرجع للقيم طول الوقت كل شيء بتسوي يعني الوقت اللي بيضيع وانت بس بتمشي في القيم مرة كثير مرة كثير وما بتستفيد منه دخلت على ثلاثة ما قدرت تسوي الألت عشي تسوي ستن ياسوا 1 V9 لو سويت الأوت بلاي ستكون حلوة ولكن لما ما تسوي الأوت بلاي بتديهم شتداون وتديتهم غولد مرة كثير وخليتهم ماشي للتاور ميزة عدد الكلات هذي تجري تسفيد بها بطريقتين لما الكمبزيشن حقك اللي انكمبزيشن عندك واحد مثلا زي زي ما الفايت يقدير يدخل يسوي لك ألتي تدخل معه تعال سوي تيم فايت مع التيم التيم حقك بوك 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 تسنجاج ما تقدر أصلا تدخل إلا بنفسك تشكو موك بوك 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 ريفن جرب يلحقك ريفن لفله قريب من لفلك هو المفروض بره الجام وهو ميت أربع مرات لا يسألني لا يقبار وإنه تقريب أو لا إنه داخل مزحة بسبب لن يأتي أي مدد نطالع فيها مرة أخرى فانو عمينا فكانت لو شاء لهم كان قدروا يشيروا التاور ببلاش ياريتك استنيت احد من التيم معك بس عشان يسوي فول اوب وكان عندك فلاش ايو كان عندك فلاش ماذا استخدمتو اه مستخدمتو من او او ضيعت حقتك هذي لو سوى الويند وال هنا كان قتلهم كلهم يعني مس بلايز مس بلايز تصير الفكرة مو هنا الفكرة انه ما في فول اوب وما كنت قد شير للا تاور واحد التيم ما يقدر يستفيد من الكل هذي مرة كثير عندهم شاكوا لايف مشاكوا كان موجود هنا انت ميت ما زلت ظلعت فوق ما عندك اقنايت قلت هذا فوق ما هنقول لك لا لاي فاتيم حقك بيسوي بينق على بارون ما ادري ليش ام اوكي الوايف بتسوي بوش انا دائما اقول لك لا تخرج من اللين الان الوايف بتسوي بوش جاي من وراهم ما عندك شي تقرد سوي ايش استفدت وانت جالس هنا اوكي 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 عندك ويف كتير الشواب يقدر يكلوره اوكي اوكي اصلا كانت اوكي 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 نية حبيبي نية نشوف القرار اللي تTrans اشتركوا في القناة 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 باستيقش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة انت معا يعني ايفن ويف لو انت متفرج الفيديو حق الايفن ويف حقي وحتعرف في الرينج هذا المينيون ويف هدي هتوصل اول هتعرف انه الوايف حيصير بوش فعارفين ان التوب حق انا بيسوي بوش ما زلتو تلعب ويرام شايفين واحد تحت ايش قررتو تسوي ولا شي الا انه تدخل اوكي كويس اوكي خاف بطل يعني سلعب فرونت لاين واو العب حول التيم حقه كباشا موجود سنجد نوات سنجد بطل اول شي شفنا شفنا هذا تحت هذا معناه لا ندخل سوي ملتو اخذت الضربة العظيمة دخلت براها اخذت الضربة حقك مش بطال شوفت واحد اثنين ثلاثة هذا وراء شويت فلاش ريلي اوت اوزيشن وبعدين قررت يبطل وتخش على زد اللي راح نرجع تاني شاكو ما احنا شايفينه بس هدا مو معنانا شاكو ما فيه مو معنانا انت خسرت التيم فايت هذا انتو 5 هما 4 وخسرته عشان اللي ملاي هو معنى انت مثل شامبئون عندك الكيلز هذي كلها امسك سايدني يا حبيبي يسوي اللي بوش ارسلوا لك اثنين تقتلهم ارسلوا لك ثلاثة التيم حقك يشيل بارون يسلولك ما يرسلولك أحد أنت تشيل تورين التيم حقك لازم تفكر بودي لازم تفكر أنه في عندك تيم كومبزيشن يلعب بأي طريقة هذا يلعب في بلات هذا بلات 5 حاليا اوكي ايش ميزة الأخت هذه ميزة الأخت هذه تقر تسوي ديس انجاج لالتي حقتها تدفوهم بعيد فما نخاف من أنه والله يزد يدخل علي أحد لو زد دخل علي أحد فوق الألتي تدفو هادي بوك هذا بوك يضرب ويرجعه يضرب ويرجعه يضرب ويرجعه يضرب ويرجعه الألتي حقت الأخ العظيم هذا برضو بنفس الطريقة يرتب تسوي بوش باك وعنده ستنز فيقدروا يسوي ديس انجاج مو طبيعي ألعب على على الكمبزيشن على الكمبزيشن تريتس هادي على الفيتشير حقت التيم حقك فروح سايد لين بوش انت كل شوية تعطي لهم فرصة يعني ريفن طول الوقت جالس في الميد جيم معك المفروض المفروض انك تدف في الواف خليها تبوش تكمل هالين هنا خليها تدف وتجري وبعدين تنزل هنا تسوي روم هم يرسلوا واحد اذا طبعا ما تبقى تلعب بالتي بي حقتك هم يرسلوا واحد انتو تخشوا هذا واحد ولما تخشوا ترى انت منت الانجاجر يا أخي خليهم يسوي بوك الى ما تقل تخش وراهم ما احطوا وردز وراهم استنى الى ان الفايت تبدأ بعدين سوي تي بي يجريهم ثاني اخذوا انهيبتر عشان انجاج 5v4 اوكي والله هذا مو مات شاكو جالس يسوي سبلت بوش زي ما يبغى بلاش وانت لو تروح تدفل عليه موت شفت اللي شاكو سواه في الجيم هذا هذا اللي انت المفروض تسوي الوايف تحت بتسوي بوش عارفين الوايف فوق بتسوي بوش عندك تي بي مرة تانية ورايح يرام مع تيم ابغى اقتل مات يوالله مات هذا انت انت مأنت هذا تيبك الياسو انا كنت تمدحك لما انت لعب ياسو صراحة لازم اغاير رأي شوي الجيم الجيم كان في يدك انت قررت ترميه انت لحالك والله الجيم هذا المفروض انت فايز الجيم مية في المية ولا احد ما يقدر سيقول اوالشي وما عندهم اي انسر ما سويت اي بريشر خليتهم ياخدوا الجيم ببلاش خلينا نطالع يعني لو كملت الجيم المفروض انه ينتهي بنفس على اثباث المفروض uh بنفس الطريقة الانت شفت ما عندها مانا شامبون حق auto attack ديفче سيأشي بغيه في المانا وتكفيه المانا الحق السناء يا الله طبعا échي شفavi انا اللعين دائني اللعين الدائف لشرح has what why what اشتركوا في القناة 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 لا يجعل التيم حقك لا 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 حسنا ها الحين هدول يشران كاتم هدول كلهم بلاتس والله شاكو اللي اعرف لكم شايف شاكو ايش سوا مات ستين مرة بس كل مرة ما يموت الا هو غذ اهلهم جالس يسوي سبلت بوش جالس يروح يشيل الاخوان الاداء جالس طالع ينازل يقروش فيهم جالس طيب نشوف عشرة ثواني طالعين شارول انهيبتر ببلاش عشان انت قررت ما تبقى ترجع ها التيم حقك ما يبقى استناك ما يبقى استناك يبقى يضاربوا الاخرين من دوم ما يشوفوا السايدز اخذ اكزوست هذا اخذ الالتي واو كيش 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 اوكي اوضار مات كيت شغال كويس هذا الكيت الصح ما ادري ليه ما قررت انه تضارب هنا بدل ما باشت تسوي وتستنى التيم حقك ما ادري ما ادري انت تلعب تانكي تلعب ياسوي تانكي روح الله يخليك اللي يتحرك صح عليه شغال هم غلطوا 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 تحت شغال انت تدخلوا تضارب كل شي هم هم غلطوا اتباع اتباع وانتوا كلكم نزلتو تحت انتم تتحرك انتم تتحرك انا معك طيب اظن يعني كده الجيم اكتر من واضح المشاكل الكبيرة واضحة المشاكل الصغيرة الستل ونتكلم عنه بعد شوين انت تلعب ياسو بس ما تلعب ياسو تتعرف تلعب ياسو تتعرف تتزحلى وتطعرف تتعرف تتزحلى وتطعرف تحش وتطعرف بس تضال بس ما تعرف تلعب ما تعرف تلعب ولا تستفيد من النقاط قوته وتبتعد عن نقاط ضعفه ما تعرف تتحكم بالويف زي الناس والكبيرة نطالع مرة تانية وان كيل عندك تي بي ثوري كول نشتري نال ماجيك بانتل واشترا رايح جري المفروض تسوي بوش طوب بوت اس بوشن عندك نهيبتر ما هو في لاتوب دفو كمل تدفو عشان توفر عالتيم طبعا بارون راجع فبوت احسن عامة على اساس عندك تي بي على اساس شاكو بيسوي سبليت بوش ريفن لفل 17 220 سياس لحقك هو كان مفروض بره لقيم نهائيا برده قرارات تسوي تيم فايت وانت منتا في ادفانتيج فتحسن بنفسك الفرونت لاين حقهم والمفروض تسوي فوكس على كيت حبيبي مفروض يعني مفروض مفروض طبعا ممكن تقتل جانا اه سوري ممكن تقتل براند وكيت بس كيت بتسوي اكتر دامج تلا فازر يعني الفريق حقي فيادوهم لو سمحت لا تتكلم اه انت فيادتهم اكتر انت الفيت حقك اسوأ فيت لانه الفيت حقك دايما بايش بشتداون يعني تديهم 400 جولد تطيم 300 جولد تطيم 500 جولد ارسلتو نيدليبتوب انت ليه رايح هنا انت عندك تي بي اوكي رايح الباط يا اخي سوي بشوف باط يا اخي عندك تي بي اه ارسلوا التيم كلهم ثلاثة جاسين تجروا ورا الاخ هذا ايروح عليكم بارن اوكي اقل لا سوي تي بي ومات اوكي نزل هم التي بي الصحة الوحيدة اللي سويتو الى حد ما ازريل ما يعرف ليش سوى التي اي كيو نزل تحت عندكم ما يعرف ليه يعني بس اوكي جارة انه بترمد جارة انه بترمد جارة انه جارة انه جارة انه لا يوجد انت حقاً موتاً يقول له الله اوه دوبا سواد الشيل صح عليه هذا جاي ستري واو ماتوا انت هالجام خلاص خلاص في الحالة هالجام عندهم سيج انت كمليت ليوزلس سياره انه ليس الى اموت اوه ديات الكيو المترجم للتعيش بسيطة اتكرلا معنا دحين شو نسوي ملف ني نرسل لك ايه طبعا الاغلاط هذي خلتني افوكس على المايكرو بدل الماكرو ما هتكلم عن الماكرو ما هتكلم عن التيم ايش بيسوي وانت ليش لازم تورد ويش 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 نركز الحاجات الاساسية اوكي وبعد ما نركز الحاجات الاساسية نشوف حاجات التانية ابواك تركز معي على كم حاجة الا وهي هذه حبيبي اول شيء اول شيء اول شيء لازم نتعلم حاجة اسمها لازم مره ضروري مره 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 ضروري ارجوك هرامي عليك هرامي عليك تفوز اللين كده بالعنجهية هذي وبعدها تدي لهم القيم ببلاش زي ما قلنا الوايف حاولت تخليها في الجهة هذي دائما ايش مكان بد ما تقدر لا تسوي بوش الا انت متأكد قلت سوي بوش لو سويت بوش يعني ما تخاف من الجنجل لو سويت بوش سوي بوش هنا ما تخليه سوي فريز تشوي سفل التاور وقبل ما تقوم بوش تورد وترجع ولما ترجع اباك تهرسه اوقف فوق المينيون اللي حيموت اوقف هنا في مينيون هذا المينيون حيموت تعال انت كده جنبه اوقف فوقه هنا وخليه يجي يشيله لما نشيله اصغع اوتو كيو منتبه من التاورينج طبعا اوكي مع كل مينيون يشيله يشيله بالطريقة هذي وسوي كول للجنجل حقك خليه يجي قريب لانه انت لما نسوي كده ايش معنا الجنجل حقهم اكيد 100% حيحاول يلعب حلو وحيستنى فرصة تدخل عليه فعشان كده اقولك دايما انتبه لا تدخل تحت التاور لانه لو دخلت تحت التاور اكيد هل هيكون موجود فانت تبغت تلعب تبغت تسوي عليهم ضغط مطبيعي عشان اللينات التانية تفضى من الجنجل وهذي شغلتك بأسوأ بالذات لما تفوز في الجيم بالوضع العنجهي اللي صار انت شلت التاور بدري حلو بدل ما تاخر التاور بدل ما انو والله استفيد منك شلت التاور انت قمت سيبت اللين ويجاست العبيرة لما ان انشال التاور هذا حبيبي خلاص شلنا التاور هذا بحة ما في عندك ثلاثة خيارات الخيار الاول تسوي شف وتنزل تشيل مع المد حقك الخيار التاني تسوي شف تكمل تورد زي الناسة الوادم هنا وهنا او خلي الورد عشان تركيها في محلاتها مظبوطة زي الناسة الوادم هتيجي اول شي تحط ورد هنا اساسية لانه هذي هتوريك الطريق اي اذا حجي من هنا اذا حجي من هنا اذا حجي من هنا ويمكن ما توريك اذا في واحد سوا جنب من هذا على هذا امكن بس لو جاء كده هتشوفه والواردة التانية اذا قدرت كان بها تحطها هنا او تستنى احد من سابورتاتك ايجي يحطها فاللي تسوي تسوي ايجي ايجي على الواب ايجي هنا تقوم تسوي هذا طبعا توروه فيه تسوي شوف شوف من يوم ما تشوف اي احد منهم جاء هنا المد جاء هنا انت ترجع تتخبه هنا تستنى شفت المد رجع الجنجل موجود هنا والتوب هنا واريهم وجاك عشان الجنجل هنا انت لما بس شفت ان الجنجل هنا ايش صار؟ على طول على طول التيم حقك عرف ان الجنجل فوق هذول يقدر يلعبوا اغرسيف شوية ما يخافوا على طول المد هيعرف انه ما في الجنجل هيقرب هنا هيشوف الجنجل هو رايح وراجع انت بس عشانك سويت او ضغط ايش صار في التيم؟ التيم على طول اكتشف التيم على طول اعرف كم حاجة وانت ما سويت ولا شيء طيب قتلتهم مرة 1 v 2 ليه ما تخش تقتلهم مرة ثانية؟ شايف ان الجنجل هنا سوي مجنون انزل عارفين انه ما يقدر يقتلوك حيحاول يقتلوك بأي طريقة ما عندك فلاش وعندها فلاش ويقنايت لازم تفتكر انه عندها فلاش ويقنايت لازم تفتكر انه تقتلك لازم ما تنسى طبعا احنا وياس يوم انا من وجهة نظري انه الادم اللي قدامي لاعب كويس الهما يبان انه لاعب سيء اوكي اذا بان انه لاعب سيء تخبص جادة شوية مو خبص انه والله اه تديرو كلات ببلاش بس لا ريح شوية وخش في مواقف المفروض ما تدخل فيها بس لا تحط نفسك في موقف انه والله تقتل قتلة بلها وتعطيهم شتداون لا تنسى انت لما تقتلوا واحد تاخد 300 جولد تقتلوا مرة ثانية تاخد ميتين وخمسين ميتين وحاجة تقتلوا مرة ثانية تاخد ميتين تقتلوا مرة ثانية تاخد خلاص جاء قتلك اخد 500 جولد واحدة واللي جنبه اخد 300 جولد اخدوا 800 جولد منك تاور هم قتلوا تاور نموت كده طبعا بس الفكرة انه حرام يعطيهم شتداون شتداون ياخرك ويعطيهم مجال انه هم يسويوا تاور طبعا زي ما قتل لك من يوم ما تفوز يا عبودي باللين بالطريقة اللي انت فوزت فيها وعندك اربعة ولا خمسة كلس لا عد تشوف لا عد تشوف الميدلين الا اذا كنت بتلعب بط اذا في دريك دريك موجود خلاص انت بط انت طب انت تلعب هنا بالساعدة هذا ليش؟ لانه عندك تي بي ومن يوم ما تصير مضاربة في دريك يمكن تي بي من يوم ما الدريك يروح انت ممكن طبعا في الحالة هذه اذا التيم حقك لسه بيلعب بط ما نزلوا يعني ما سووا سواب ما يفرق اذا البارون موجود وسووا سواب التيم حقك انت تنزل تحت ما عندك تي بي خليك تحت اذا قد اضع وارد هنا اضع وارد هنا اضع وارد هنا اضع وارد ثاني او حاول بس تسوي بش وانت سيف عشان تشوفهم بعد ما تكون عندك تي بي بش ما تخاف خلي الجنج يجيك وخلي التوب يجيك التوب جاك انت كرتكتله طبعا لو جاك انا دائما اقول لك لو جاك زي ما جاك ريفن طول الوقت انا شفتك في القيام اللي فات ريفن يجي انت تقوم ايا تشوي شفل الويف وقفوا يا اخي سوي له فريز شوية بعد ما تسوي له فريز ايش ممكن يصير معك هيقول هو انا من قادر اخد سي اس لما ما يقدر اخد سي اس ايش هيضطر يسوي هيضطر يكلم احد يجي ساعده لما يضطر يكلم احد يجي ساعده نزل الجنغل التيم استفاد نزل الجنغل والمت التيم فاز في اي حاجة ما قادر يسوي الكلام هذا لو ملك منيون ويف كبيرة سوي سلو بوش ثلاث فيها اتناشر منيون ودفهم تحت التاور وسوي له زون تحت التاور خليه يخسر المينيون وفعلا خلي المينيون يضربه التاور انت ايش بتسوي انت تروح توقف لي تروح تسوي خلينا نطالع فيها تب احسن تروح ايش تسوي خد المينيون امسك خد المينيون منيون هنا انا ماشي السلام عليكم ارجع ثوف ثاني خد المينيون انا ماشي حتى تمشي هنا ما ادري ليش ما لهي معنى صراحة فارجوك لا تدي الادم اللي قدامك منيونز بلاش انت فايز على طول فريز انت مهزوم على طول فريز يا ما سألتني تقول لي متى اسوي فريز دائما وابدا سوي فريز اذا انت فايز سوي فريز وزون اذا انت مهزوم سوي فريز وارجع على وراء خايف ما تجعل تسوي زون لانو انت مهزوم لانو لو سويت زون هو يجي ينفطك بكف يكتلك طح سوي فريز هنا قريب من التاور حقك وخليه هنا ولو جاه هو يسوي شف ما تجعل توقفه كان بها بس انت في محل سيف تحت التاور حقك والجنغ الحقك ممكن يجي ويساعدك وتروح وتكتله فالفكرة من الفريز سلاح ناجح دائما واحد انت سيف الجنغ الحقه هم يقدر يكتلك هو راح عليه سي اس هو راح عليه اكس بي هو راح عليه جولد وانت سيف انت فايز تسوي له زون الليف الحقك على منه ايجي ياخد سي اس انفضه على طول طبعا الله يرحم لي ابوك لازم تفتكر حط نفسك محل الادمي اللي بيصير عليه زون لو انت مزون ايش هتسوي انت مزون هذا انت هنا المنين هنا الجهادي وانت موجود هنا واقف ورا المنين هذا ما هو قادر ياخد سي اس ولا قولد ايج حيسوي حيسوي جنغل كام جنغل يا ابلا جنغل نو قانك جنغل نو مدرمين جنغل متخلف طح اروح افحط المنين ادفها غصب انه وفلش وارب لا حبيبي ما ينفع تجي لسينة تستنى الجنغل لانه ضيعت فلاش عشان تاخد ثلاثة اربع منين لا ما تكرت تدف الويف لازم تستنى الينا الويف تمشيت الويف يا شباب باي طريقة كانت هياخرك عنها عشرين منين ثلاثين منين سترجع بعدين الويف حتدف عليك فيصير تعرف تلعب بالويف زي الناس والله الله خليكم روح تفرجوا على الفيديو حقة الويف منجمت الويف منجمت من اهم الحاجات اللي تحتاجها عشان تطلع من بلاتل دايمند مستحيل مستحيل تطلع لدايمنت يعني بتزاد في السيزن الحالية وانت مات ك tiny تتحكم بالويف زي الناس اوه لازم تشعب بالويف زي الناس خليه هنا يزوين أنت إيش سويت أنت إيش مسوي أنت الويف حقتك كانت واقفة هنا سويته لزون وروح تلو إليه هنا واتضاربت معاه والجنق الحقه هم جاك وقتلك جاك من هنا أول مرة طبعا ما قتلوك طبعا أنت ما تطالع في الرياكشن حق الآدم اللي قدامك الرياكشن حق الآدم اللي قدامك لما أنت سويته لزون ما سوى كذا رح سوى كذا إيش يعني يعني في واحد يبي يقتلني يعني ما هو الحال يعني أنت عندك لفل عليه زيادة وعندك آيتم عليه زيادة وهو مو خايف يعني في أحد معه أو أنه مجنون فإحنا نقدم أنه والله الناس اللي قدامنا تلعب فاهمة قلتلك فجو قتلوك أول مرة ثاني مرة جوك برضو وإنت قتلتهم لأنه أنت متفييد وإنت متقدم عنهم ويبو أنت ما يبا يضارب فالفكرة الأساسية في أنك تسوي زون في أنه أنت تخليه يخسر سي اس جولد ومينيون أنت اللي كنت بتسوي أنا فائز عليك هو يقول لك خد المينيون طبعا هو برضو بيسوي شفط طول الوقت أنا من يعارف ليه المفروض هو مهزوم يسوي فريز يحاول يجلس تحت التور حقه هو إيش يقوم يسوي يدف المينيون في كيو 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 يرزعها ويجيب لك ياه هنا في النص أنت تقوم تسوي كيو إي 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 أمسك كورة طاولة يا رجل كورة طاولة يا حبيبي ويا أم يرحميني ما تخش إلا وإنت ما أنت مورد وإنت ما أنت شايف الجنغل عشان الجنغل يجي يتضارب معك ويكترك هذه لازم تحلها هذا أبسط شيء ممكن أقول لك ياه لو غيرت أنا أؤكد لك أنت يعني أقلها أقلها تطلع 200 ولا 300 ألبي زيادة يعني تطلع من والله إذا أنت دحين جولد 1 ولا جولد 2 أنت كنت بلات 5 تطلع عليه بلات 3 ولا بلات 2 أقلها بعدين الماكرو يعني عندك مشكلة في المايكرو بعدين الماكرو المشكلة الثانية والمصيبة أنت ما عندك فلاش ولا عندك إكزوست ولا عندك تي بي هو عنده فلاش وإغنايت وإنت جايز تضارب معه طبعا هو حمار وما كان يخش عليك ويكتلك أباك تلعب قدام الجوكر خد الجوكر معك ألعب جيم معك قدام 1v1 top وجرب الكلام هذا وشوف كيف يسوي معك هذا هو تي بي ريفن حاليا بلات 1 ولا بلات 2 ألعب بنفس الطريقة هذه وشوف كيف يسوي معك شوف كيف يبهد لك شوف كيف أعلمك أننا لاحق عشان الأخطاء البسيطة هذه فخلينا نكتبها من المطلق هذا نقول واحد أول شي فليس 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 فريس 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 اشتركوا في القناة ثلاثة موضوع 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 إذا كان شاكو أو فأحد يختفي خازكس أو رينجر في الأيرلي game قبل لابل ستة الوردس حقتهم واضحة ستتطع هنا تقريباً بعدما يشير لابل ستة ضروري 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 يجي تحط وارد هنا أو هنا أو هنا عشان ما حد تجير تشوفه هو داخل ايف بعد لابل ستة إذا لم تكن تشوفها هي تقنك فتضع وارد هنا لا لها داعي الوارد هنا لا لها أي فايدة تمام؟ إذا كنت تفايز في اللين تضع pink هنا وتسوي شف طول الوقت إذا لم تكن تفايز في اللين دائما الله أخليك عندما ترجع أول مرة أشتري pink وضعه هنا بعدين الأخضر عشان لاحظ يأتي من وراك لو هو داخلين كده ما يأتي من وراك وخليها pink هنا دائما لا تخاف عليها والشيء الثاني إذا جيت إذا سويت شف يعني الشيء الوحيد اللي ممكن تسوي شف تعطيله منينز ببلاش هنا انه انت هتروح تسوي deep ward نازل تحط وارد هنا بعيدة حلوين والوارد هذه هتفيدة تيم كله مو بس انت انت هتشوف الجنجل إذا كان topside ومن يوم ما يجيك شاكو ولا يجيك إيف ولا تشوفها topside تبدأ تلعب بإيش بهداوة شوية تبدأ تلعب حول المكان هذا عشان تبقى سيف ولما تشوفها بس تغير طريقة حركتها على طول على طول ترجع إلا إذا قد تكتولهم الاثنين متأكد مية في المية وأنا متأكد انه انت بتدخل عليها كل مرة باردي وانت ما انت عارف ترجعين ميك شور يو اكاونت بور سمونرز بور سمونرز بور سمونرز عندها يقنيت ما تخش عليها والهلث حقك نص وهي نفس الليفل حقك هتقتلك خمسة هذه المفروض قبلها هذا المصيبة الثانية اللي كنت تسويها كل شوية كل trade وانت فايز عندك red وانت تخش هو عنده المنينز حقينه هنا الثلاثة اللي هما الرanged والمنينز اللي قدام لا تنسوا يا شباب انه الميكانيكس حق المنينز زيش تسوي لما تضرب auto attack او تضرب اي ability اللي هي ما هي spell targeted يعني زي ما هي spell cast targeted يعني زي اي حق ياسوى على طول على طول على طول المنينز هيقلبوا عليك فايش بيصير معك كلهم بضربوك وانت ضربتوا ضربتين وقمت رجعت فهم قشعوك نص هلثك وانت قشعطوا قشعطوا ربع الهلث اسناتا فايفرابل تريد عاولت دايما تجيبه ليش اقول لك سوي لو زون اه طبعا انت لما تسوي زي كده بياسوى كل شوية انت بتسوي شوف للمنينز حق هناك حرام عليك لا تسوي لو شوف للمنينز حق هناك خلي اي ايجي ابغي يضرب المنيين خلي هنا فيaczego البار هحق وباقل rooms انت اوقف هنا يييييييييييييد أله والله ابوي اقول لك عندي حمام رقاص تعرف اللي اعرف الحمام تعرف كان راح عليه المينين وبنفس الطريقة حبيب كمل خليه يخسر مينين خليه ينادي الجنج الحقه خليه يتلعب في حسب الدماغه في حسب الدماغ الجنج الحقه في حسب الدماغ التيم الجنج الحقه شفته بوت انت من يوم ما تشوفه كده شفته في الماب هذا طلع لك هنا ولا طلع لك هنا هيا انفلت على امه لما انفلت على امه ما تطيله من ينز ببلاش ضروري ما تطيله من ينز ببلاش فهذا ضروري مرة انت صراحة بكل الطرق انت بنفسك لحالك سيبك من التيم التيم فيد ما لنا صراح فيه انت الحالك رجعتهم في الجيم انا شوف الجيم هذا انا ابصم لك بالعشرة انت سوى الخسارة الرئيسي عشانك كنت فايز وديتهم الكلات هذي كلها اوكي 3 اوكي ستة هراس as much as much as possible when he tries to CS سبع take herald when you are so ahead تمانية stop roaming aimless thing ما ادري ليش طول الوقت بداية الجيم او انا سويت push للمينيون وي بخط لبل اثنين هدولة هنا مات الجنقل مات المد نحمشي نحمشي اي نحمشي نت المد ما عندك شي دي قرسوي نحمشي حمشي اي نحمشي مات المد مات الجنقل ما عندك ولا شي دي قرسوي انا حمشي انا حمشي اي نحمشي وصل الاخ تحت التوارش على المينيون وي بكلها واخد كل لنز بالصدفة خلينا من كل لنز اللي بالصدفة هذه الله خليك لضي وقت في الماب بعد ما خلصتها رجعت راحت عليك المينيون ويب الكبير الثالثة وانا ما بغت انا في ميكانيكس تانية تكلمت عليها في الفيديوز الحقتي اللي هو والله المينيون ويب الأولى والتانية تقلسوي لها شف بسرعة عشان المينيون ويب الأولى لها شر لها ريسيت عشان لما نشيك الجنقل في دقيقة 32 ولا 42 ولا 52 انت في محل تكون في سيف نتكلم عنها بعدين هذيك الله خليك لا تضيع وقت في الماب بدون اي فائدة بالذات وانت فايز في اللين وانت فايز في اللين الادم اللي قدامك تبغى تخنقه ما تخلي يرجع ما تخلي يأخذ اي حاجة تخنقه ما تخلي يأخذ منيون ما تخلي يأخذ سي اس ما تخلي يأخذ غولد تخلي يبكي تخلي يطلع بالجام هلوين صحيح جسع احسن تبغى تخلي تبغى تخلي مجد الوقت و و تبغى او السيئ و انت اخرى تبغى تبغى اكيد تبغى او او احسن بار اوصل هنا او او الى او 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 اتوار ارجع مرة ثانية اطبنك هنا انت ايش كنت بتسوي اجري ارجع هنا ارجع اجري ارجع اجري ارجع قال استمتر الماب اقتكم انهم سوي اي حاجة او كلهم مد او انا جاي او انا قدامكم او شوفوني افلش وسوي كيو انا قدامكم او chances أقل alguns سويها وراء الثور حقه با 82 حقي بدلا ما سويها وراهم بدلا ما سوي اضحوا وارد زين الناس وراهم اي تي بي ما هو فلنك ضيع وقت اي تي بي بتسوي وهم شايفين التي بي ما لو اي فايدة التي بي لحيجة اللي تسوي وهم شايفينك عشانت بتسوي فقا ايفهم التيم حقك يعني داخلين بيسو دايف سوي تي بي يقوموا يرجع هم هذا الوقت الوحيد للتي بي مسموح لك تسوي تي بي قدامهم أما تسوي لتي بي هنا وما عندك شي تسويه وتجي ولفت لك لفتين ورجع تحت بقى التي بي وإذا ما تعرف تستخدم التي بي أبقى تروح تتفرج على فيديو شوف وينتو تي بي تعال اسألني نجلس مع بعض أوريك التي بي الأوقات حقتها زين ناس ألو آدم أو لا تلعب بي تي بي ألعب بي انتبه ألعب بي انتبه حسنك الآن إجعب تقاتي ل لا تريد يجب في وجماعة لا تنزل يعني التيم حقك زي اللي صار قبل شوية جانا إزريل ونيدلي إزريل ونيدلي بوك من بعيد ما يقدر يخشوا all-in جانا عندها الالتي عشان تسوي disengage ما عندهم أي طريقة قدروا تغير فيها ألعب split push فقط عندكم اثنين تانكس عندكم سجواني ولا عندكم سجواني جنقل وصلا والتوب مالفايت ولا فيه مالفايت وعقلها ويسووا all-in engage تقل تجي معاهم أنت تسوي شهف لللين حقك وبعدها تجي تسوي team fight وتخش معاهم وبعدها ترجع تكمل عيد يسمون رانس الريبيتر قال لي أباك تسويه في أي جيم يا نوني من اليوم مرايح انت فايز في اللين تسوي split push بس وسوي TP على team fight وخلي الناس تبنك قل لهم I have TP I'm ready ما عندك TP خليك قريب حولهم push وقرب push وقرب لما يعني شفتها مرتين التيم حقهم بيسوي push وصلوا لين هنا انتوا كنتوا أربعة انت قلت او انا ما بجلس انا بغمشي وصلت هنا قاموا شارع التور قمت انت رجيت ما هذا اللي ليش يعني يا إنك نجلس مع التيم وساعدتهم يا إنك كان مدام التور رح خلاص كمل فقال لي أباك تسويه push apply pressure جاء البارون أنزل تحت لما عندك TP لو ما عندك TP ما تنزل تحت لو ما عندك TP قرب هنا خليك قريب منهم سوي push سريع من هنا وأرجع على طول بقى في بارون أنزل تحت ما في بارون في دريك أطلع فوق انت انت اللي عندك TP انت اللي تقول لتيم حقك فان انت تروح مو هم ما يقولولك كثيرة شفوف ليلو هذا عنده TP و بارون موجود و دريك ما هو فيه وجالس لفوق وأنا و أنا IDC أطلع مع يا ابني أقلب يا ابني أنزل يا ابني تكف اروح هو شن هو يروح لتوب 11 play around your TP 12 stop hinting 13 don't be greedy for kills 14 don't be greedy for outplays outplays حلوة 15 look at your team before engaging وهذه مرة ضرورية قبل ما تفكر تسوي أي دخلة تيمي قريب ولا بعيد تيمي بيقدم على قدام ولا برجع على ورق تيمي معايا أهلتهم كامل نص no more 1v20 حرام عليك 1v10 لحالك طول الوقت 17 keeps split pushing اضبتها فوق وحكتبها تحت ثاني 18 18 focus objectives 18 18 look at واحدة من الطرق اللي تجارك تشوف المينين انا ما باك تطالع في الميني ماب وتسيب باك تطالع تعد فين ده وفين ده وفين ده انت بطرف عينك بالذات دايك انت كنت شوف الايكونز حقتهم فينها شايفهم كلهم شاكوا ما انت شايفه تقل تكتلوا لحالك سوي بوش للتور فاكرة نزلت هنا كنت هنا for some reason كانوا ثلاثة هنا الميد الريفن ميت ما انا فاكر من كان فيهم ميت خطيت الميني نواف هنا تقفينهم كلهم وقمت رجعت هنا تسوي recall تشيل التور وبعد ما تشيل التور تشيل اللي بعده عشان هادول يا حبيبي يقولوا لازم نرجع انت لما يشوفوك هنا رجعت لما بتشيل التور هم المفروض انه يبدأ ينزلوا انه اخر فين يشيل التور التاني انت لما ترجع وتسوي تي بي داموا يشيلوا ميت ويدعسوا دائما دائما الهجوم افضل وصيلة للدفاع دائما طبعا إلا كان عندهم بارون ارجوك لو عندهم بارون لا سوي split push فا لو انت اجبرتهم ووصلت الين هنا حتلاقيهم اجباري عشان لا يروح عليهم تير 2 بدوا يرجعوا فالتيم حقك يسوي push ما يخليهم يرجعوا وانت تكمل ولما نشوفهم جوك طبعا لازم تكون مورد هنا وهنا طبعا إذا كنت جنقل اذا ما كنت جنقل طب انت ونازل الله خليك ضروري تحط وارد هنا المفروض ان في احد يحط pink هنا او مشرط انت حط pink هنا ال pink هذي من الجهة هذي في ناس كثير ما يمروا احيانا اوكي 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 يلا حبيب الله يسلا كده حقفل خلاص طبعا فيه هاجات اكثر من كده كثير بس هذي اساسيات حاجات مرة كثير في التي بيز حاجات مرة كثير في الرومز الرومز ما هي مزبوطة الحركة ما هي مزبوطة هذي ما بلاش نضيع وقتنا نتكلم فيها الين تخلص الاساسيات الاساسيات عندك الصفر الارلي جيم كويس الميت جيم نص ونص لات جيم ما في سي اس الاروم ما تسوي روم من دون اي معنى ولا مرة ساعات على دريك ولا مرة ساعات على تور غير تور اللي انت اخذتو لحالك دائما بتروحوا اولين وراهم وتحاول تدخل تسوي هات بلايس دائما تزحلك طور الوقت من دون اي داعي اذا تسوي تريد عشان تاخد منين وانت خسرهم في تريد ما عندك مشكلة دونت تريد عشان تاخد منين وانت نقص هلثك نص ترى المينين كم قول ضدك 17 18 25 30 45 لو راح نص هلثك واستخدمت بوشن ولا تطريت ترجع نضيعت عشرة ثواني ماشي و بعدين 25 ثاني عشان ترجع اللين راح عليك 5 منينز ولا 6 منينز عشان اخذت منين واحد او فكيت بوشن البوشن قيمته 50 وجبت منين بـ 25 ولا منين بـ 35 ايش الفائدة و كده وبسرعة مترك اللي نرسل لك يا هادي على ديسكورد كده حوقف خلق كمّل جيمس نغفل الـ بتوفي